اشتركوا في القناة صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبل أمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنا يا غريب يا مظلوم كربلا مثل ما في طيبة للجد أجر الأدمع لأبي طالب أيضا بدموع ودعا هذا الشاعر يتصور وداع الحسين في مكة وكيف ودع جده أبا طالب مثل ما في طيبة للجد أجر الأدمع لأبي طالب أيضا بدموع ودعا قائلا يا جد أمضي لأولاق المصرع فبحربي آل حرب ستفي كل الديون أيها الساقي حجيج البيت من ماء زلال لو تراني ضامئا أسقى نبيب النصال وعلى صدري رضيعي مات يروى بالنبال أيها الساقي حجيج البيت من ماء زلال أيها الساقي حجيج البيت من ماء زلال لو تراني ضامئا أسقى نبيب النصال وعلى صدري رضيعي مات يروى بالنبال وعلى البوغاء صحبي وردت نهر المنون بعد يا ابا عبد الله قال يكسف الموت على يسراي شمس الأكبر وعلى يمناي عند النهر يقضي قمري ثم أبقى مفرداء للدين أفدي من حريب مثل ما كنت لجدي ناصرا ليت تكون يقول جد قد خصصت نورا مطفئا نور البشار ليت منك الوجه يبدو ليلة الحادي عشار في الفلا باتت نسائي دون ستر أو مقار باكيات خائفات حائرات في الدجون وإذا بالصوت إصبير رغم بلوى ظالميك يا حسين كل ما تلقاه بغضا لأبيك وستعطى شيعة في كل عصر نادبك أنت في الوجدان حي قبل دمعات العيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد مسألتنا الفقهية في هذه الليلة من باب قضاء الصوم ونذكر فيها فروعا ثلاثة الفرع الأول حول أحكام الشك في القضاء ونذكر في هذا الفرع أيضا أمرين الأمر الأول لو شك إنسان في كونه أدى الصوم أو لم يؤده قال أنا لم أعلم هل هذا اليوم الذي علي صمته أم لا هذه المسألة ربما فيها خلاف لكن السيد الخوي قدس الله نفسه والسيد السستاني حفظه الله يقولان هذا يبني على الأداء يعني يقول خلاص ما فيش في ذمتي هذا اليوم اللي علي أديته الفرع الثاني أو الأمر الثاني في أحكام الشك لو شك بين الأقل والأكثر يعني هل أنا الذي في ذمتي خمسة أيام أم ستة أيام هنا هو يشك بين الأقل والأكثر هذه المسألة خلافية لكن السيد السستاني والسيد الخوي يقولان يبني على الأقل يعني يبني على الخمسة فقط اللي في ذمتي خمسة الزائد لا يجب عليه طيب يريد أن يصوم احتياطاً يقدر يصومه احتياطاً بس لا ينويه واجب يعني إذا صام اليوم السادس ينويه عما في الذمة لأنه مرجعه وقال له أنت لا يجب عليك ستة ما يصير تشرع بعد هذا اليوم السادس مواجب تستطيع أن تصومه عما في الذمة هذا الفرع الأول عن الشك في القضاء الفرع الثاني حول الترتيب في القضاء كيف يعني يعني لو فرضنا شخصاً عليه قضاء شهر رمضان وكفارة ونذر ومثلاً استئجار من عد غيره يعني يقضي عن غيره هذه كلها واجبة فهل يلزم الترتيب بينها بعض العلماء يقولون لا يلزم الترتيب مثلاً السيد الخوي قلت اقدار تقدم أي يوم أي نوع بكيفك مادام كلها واجبة قدم أيها تريد سيد السستاني عنده تفصيل يقول إذا كان الصوم الذي عليك فريضة بالأصل إذا كان فريضة بالأصل وواجباً عليك أصلياً هذا تستطيع أن تقدم أي نوع يعني ماذا مثلاً أنت عليك قضاء من شهر رمضان هذا واجب أصلي فريضة عليك من الأساس وعليك مثلاً كفارة اثنين هم واجبين أصليين يقول السيد ما دام اثنين هم واجبين أصليين قدم أي واحد تريد تقضي أول تريد تأدي الكفارة أول كيفك لو فرضنا عندك أيضاً واجب مو أصلي كيف مو أصلي يعني واجب على غيرك بالأصالة وأوجبته على نفسك بالإيجار يعني قضاء عن غيرك وأخذته إيجار الحين صار واجب عليك وأصله أيضاً واجب على غيرك هذا بعد السيد السستان يقول بكيفك تريد تجيب أول لو تريد تجيب القضاء اللي عليك لو الكفارة هم بكيفك عجل وين الإشكال اللي عند السيد في الصورة الأخيرة لو إنسان كان من ضمن الصيام اللي عليه نذر لله علي أن أصوم خمسة أيام طيب الحين هو عليه خمسة بالنذر مضافاً للقضاء مثلاً هل يقدم القضاء لو يقدم النذر اثنين هم يقدر يصوم هم الحين السيد السستاني هذه الصورة عنده يقول تقدم القضاء لا تقدم النذر إذن هذه الصوم فيها مستحب حسب أصله لكنك أوجبته على نفسك بالنذر هذا السيد يقول لا تقدم على بقية الأنواع هذا تمام الكلام في الفرع الثاني في مسألتنا أي نوع من الصيام الواجب يقدم في القضاء الفرع الثالث لو إنسان أفطر لمرض وتوفي بذلك المرض شف الله المرضى وعافاهم هذا الآن ما مدى مسكين يقضيه فماذا يصنع الجواب مدى متوفي بنفس المرض ولم يحصل له وقت للقضاء سقط ما في ذمته خلاص ما نقول للولد الأكبر اقضي ما فات أباك ما نقول طلع من ثلثه لا لا خلاص ما دام مات بالمرض الذي أفطر لأجله فلا شيء عليه بل لو شفي ولكنه مات قبل أن يسعه الوقت للقضاء مسكين ما لحق يعني مرض في أول شهر رمضان شفي لكن ما انتهي الشهر اللي قد توفي هذا ما مدى يقضي أيضا هذا لا يجب القضاء عنه حتى المرأة التي مثلا تموت في حيضها هذه بعد لا يجب القضاء عنها أو نفس الشيء إذا ماتت في زمان لم يسعها القضاء نفس الحكم لا يجب القضاء عنها هذا تمام الكلام في مسألتنا صل على محمد وآله موضوعنا في هذه الليلة تأملات في اسم أبي طالب سلام الله عليه وألقابه الوقفة الأولى حول اسم أبي طالب ما هو اسم أبي طالب وما هي كيفية معالجة الإشكال العقائدي في اسمه أما السؤال الأول اسم أبي طالب مختلف فيه قسم من المؤرخين قالوا أبو طالب اسمه أبو طالب هذا هم كنية وهم اسم وهذا يصير ترى يسمى الشخص بكنيته أبو القاسم هو اسم هذا اسمه أبو القاسم مثلا فقد يسمى الشخص بنفس الكنية فهو ولده الأكبر كان طالب ولكن قبل أن يرزق طالب سمي بهذا الاسم تبنى هذا الرأي بعض المؤرخين هذا الرأي رأي الثاني أن اسم أبو طالب عمران وأيضا هذا عليه أقوال وتبناه بعض المحققين أن اسمه عمران وكنيته أبو طالب القول الثالث أن اسم أبو طالب عبد مناف اسمه عبد مناف طيب الآن عدنا وقفة ثانية على هذا الاسم عبد مناف بعضهم أشكل قال عبد مناف محل إشكال عقائدي كيف؟ لأن مناف اسم صنم فكيف يسمي عبد المطلب ولده باسم عبد الصنم كيف؟ ولتعميق الإشكال أساسا عبد المطلب نفسه كيف يسمى بهذا الاسم؟ عبد المطلب ما معنى اسمه ما معنى أن يسمى بعبد المطلب ولهذا لما تسأل علماء السنة ما حكم التسمية بعبد المطلب خلاف بينهم بعضهم يقول يجوز لماذا يجوز؟ قالوا لأن النبي افتخر بهذا الاسم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فقالوا بما أن النبي افتخر بهذا الاسم إذن يجوز التسمية به لكن كثير منهم ترى خصوصا المتشددون في قضية الأسماء قالوا لا يجوز طيب كيف نسوي هذه الرواية؟ قالوا النبي إنما أخبر بأن جده يسمى بهذا الاسم مو هو اللي سماه به إنما إخبار غيره قالنا جدي اسمه عبد المطلب فهذا لا يعني أنه يجوز التسمية به وجه إشكالهم أن المطلب ليس من أسماء الله وليس من صفات الله فلا يجوز أن تقول عبد المطلب يجوز عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم أما عبد المطلب محل إشكال فهذا عبد المطلب نفس الإشكال عبد العزة خب هذا عبد العزة كافر لكن أبوه عبد المطلب كيف سماه به الاسم هذا؟ والعزة صنم في الجاهلية فكيف يسمي عبد المطلب ولده باسم عبد الصنم؟ كيف؟ مع اعتقادنا بأنه مؤمن موحد فهذه ثلاث تسميات كيف يمكن أن نفهمها ونوفق بينها وبين عقيدتنا؟ شوفوا إخواني قبل لا أجيب الجواب أحتاج إلى انتباه وإلى مقدمات مقدمة الأولى بعد الصلاة على محمد وآله اللهم صلي على محمد وآله المقدمة الأولى لا شرط في الأسماء أن تتناسب مع المولود وطبيعته هذه قاعدة يقولون الأسماء مرتجلة ماذا يعنون بهذه القاعدة؟ يعني ربما شخص يسمى جميل وهو ليس جميلاً ربما يسمى عبد الله وهو عدو الله ربما يسمى عبد الرحمن وهو عدو الرحمن بن ملجم هذا كله ممكن فلا ذنب للشخص إذا سمي باسم لا يتناسب مع عقيدته هذه مقدمة أولى خالها في ذهنك مقدمة الثانية يقولون بما أن آباء النبي كلهم موحدون مو بس موحدين ترى إحنا نعتقد أن جميع ذلك النسب الطاهر بين نبي وبين وصي نبي العلامة المجلسي يقول أجمع علماء الشيعة على أن نسب النبي بين نبي وبين وصي نبي وولي طيب ذوي ذا أولياء يعني ما يمكن يخطئون فكيف يسموا بعبد المطلب وكيف يسموا بعبد المناف وكيف يسموا بعبد العزة هذا يحتاج إلى توجيه ليش؟ أنا ما دمت أعتقد أن هذا معصوم وصدر فعل يتوهم منه الخطأ مثلا إبراهيم معصوم لو لا معصوم كيف ينظر إلى الشمس ويقول هذا ربي ينظر للقمر ويقول هذا ربي ما دام معصوم فلا بد من توجيه فعله هذه القاعدة موسى كيف قتل ذلك الرجل ثم فر لا بد من توجيه العمل الذي قام به الخضر كيف قتل ذلك الغلام لا بد من توجيه الفعل الذي قام به وهكذا أنا ما دامت عندي عقيدة أن فلان معصوم وصدر فعل لا بد من توجيهه بوجه لا يتنافى مع العصمة هذه الطريقة الصحيحة هذه مقدمة ثانية مقدمة الثالثة يا إخوة يقولون الفعل مجمل لا لسان له هذه قاعدة يذكرها علماؤنا وش معناها يعني أنت إذا رأيت فعلا يحتمل شيئين مثلا رأيت شخصا يضرب آخرا شفت يضربه هذا الضرب له احتمالين الاحتمال الأول أنه ظالم هذا ظالم اللي يضرب ليش يعتدي على الناس ويضربهم الاحتمال الثاني أن مسكين قاعد يدافع عن روحه ذاك هو الذي تهجم عليه وهو دافع عن نفسه مو تحتمل الاحتمال إلا أنت غلطان إذا تشوف واحد يضرب الثاني على طول تقول هذا الضارب هو المخطئ لا غلط هذا ربما الضارب يدافع عن نفسه ما دام الفعل يحتمل وجهين أنت لا تستطيع أن تجزم مئة بالمئة أن هذا الفعل معناه المعنى ألف مو معناه المعنى باء إن شاء الله هذه القاعدة واضحة المقدمة الأخيرة كلمة عبد البعض عنده حساسية منها يعني لما تقول عبد الحسين يتحسس لما تقول عبد علي يتحسس عبد النبي ما يقبل يا أخي أنا لا أقصد من هذه الكلمة العبودية التي ذهب ذهنك لها أنا لا أعتقد أن العبادة تجوز إلا لله ترى هذه عقيدتي والله وبالله وتالله عقيدتي أن العبادة لا تكون إلا لله فقط هذه عقيدتي طيب كيف عجل تسمي عبد النبي وعبد علي وعبد الزهراء عزيزي كلمة العبد ليها معنيين أنت حملتها على معنى ولد الإشكال أنا لا أقصد ذلك المعنى الآن لما أقول عبد أنا أقصد قن أنا أقصد خادم هذا المعنى فيه إشكال ما فيه إشكال بدل هذا اللفظ وسميه بأي لفظ خادم الزهراء فيها إشكال خادم علي قن عند علي القن هو العبد مفردة ثانية لنفس المعنى ما فيه إشكال فيه هذا فأنا إذا كنت أقصد من اللفظ معنى غير شركي وغير كفري لا يصح أن تخنقني وتلزمني بالمعنى الكفري الذي لا أعتقد به ولا أدين الله به إذا إن شاء الله اتضحت المقدمات نرجع الحين للجواب نرجع للجواب كيف يسمون بعبد المطلب وعبد العزة وعبد مناف كيف تقولوا موحدين ويسمون بهذه الأسماء المفروض أنت تعرف الجاوبة الحين المقدمات اللي جبتها أدوات تساعدك في الجواب لكن أنا بألملم الآن هذه المقدمات وأجيب لك الجواب جاهز يا عزيزي خلنا نبدأ بأول اسم عبد العزة هذا أصعب شيء هو كافر أصلا عبد العزة كافر عم النبي وكان كافرا ويؤذي النبي صلى الله عليه وآله مو قضيتنا فهو كيف تسمى بهذا الاسم لأن إلا سمى أبوه أبو عبد المطلب وهما أدراك كيف عبد المطلب يسمي ولده بهذا الاسم الجواب العزة له معنيين واحتمالين مثل ذاك اللي شفته يضرب الثاني العزة هم له احتمال أنه اسم صنم فسمى عبد المطلب ولده بهذا الاسم على الصنم هذا احتمال نأيدك إحنا موجود هذا الاحتمال بس في احتمال ثاني له المعنى اللغوي لعزة ماذا تعني كلمة عزة؟ المرأة العزيزة العزيزة تسمى بهذا الاسم في اللغة العربية خب ما دام الفعل يحتمي الاحتمالين وما دام فاعل الفعل معصوما لا بد أن تحمل الفعل عن الاحتمال الصحيح مو تودير الاحتمال السيء هذا واحد وطبعا بعضهم هذه كل احتمالات بعضهم يقول ربما عبد المطلب استشرف المستقبل فسمى والد النبي عبد الله وسمى ذلك الذي سيعادي رسول الله بعبد العزة فهو رأى المستقبل وعلم ما سيحصل ولهذا سمى بهذا الاسم احنا ما نقدر نجزم بهذا لكن على كل حال هو احتمال طرقه وبعضهم وهم بعضهم قال لعل عبد المطلب كان يريد الحفاظ على عبد الله وعلى ولده فكان لا يظهر أنه مخالف لقريش بشكل علني فسمى اسما توهموا أنه يؤيدهم لكنه لم يكن يقصد ذلك بل يقصد المعنى الجائز عموما هذا كله احتمالات المهم عندي أنك تحفظ أن الفعل يحتمل احتمالين أنا أحمله على الاحتمال الجيد بما أن الصادر منه شخص مؤمن موحد هذا هو الاسم الاسم الثاني عبد المطلب أخو عبد المطلب مختلف هل هذا اسمه لو اسمه شيبة وأيضا يوجد آراء غير شيبة بعد ولهذا يقوله شيبة الحمد له هو هذا العظيم بعضهم قال اسمه عبد المطلب بعضهم قال لقب بهذا اللقب عبد المطلب المهم ليش لقب بهذا اللقب ما معنى عبد المطلب خوفي آراء وأنا لست بصدد تبني رأي منها لكن على كل الآراء ما عندك إشكال عقائدي كيف قيل بأن سبب تسميته أنه طلب أن يؤتى به من المدينة لما توفي والده طلب أن يؤتى به من المدينة جاء به من المدينة فسمي عبد المطلب يعني عبد ذلك الطلب الذي طلبه في مكة خب عبد هني مو مراد العبودية واضح مراد الخدمة أنه جاء خدمة لذلك الطلب الذي طلبه في إشكال عقائدي في هذا احتمال ثاني وإن كان في نفسي شيء من الاحتمال الثاني لأن تعرف العداوة التي كانت مع بني هاشم خلت الأقلام تشتغل في هالقضايا هذه يعني سواء أبو طالب سواء عبد الله سواء السيدة آمنة أو حتى الأجداد يعني لا تتعجب لما تسمع قضايا غريبة عن هاشم وعن أولاده حتى أولئك ما سلموا عموما أكو قول تاريخي لست الآن في صدد ترجيحي بس أقول حتى على فرض هالقول هذا لا يوجد إشكال عقائدي لماذا سمي عبد المطلب بهذا قيل لأن عمه المطلب موجود فعلا عم اسم المطلب لعبد المطلب جاء به من المدينة إلى مكة كان صغيرا عليه ثياب رثة ومزقة شافوا أهل مكة قالوا من هودة استحى يقول والد أخوي قال هذا عبدي موجود رواية هالشكل قلت لك أنا في نفسي شيء منها لكن على فرض صحتها قالوا هذا سمي عبد عمه يعني عبد المطلب واش مرادهم بعبد المطلب هنا مو مرادهم أنه يعبده مرادهم خادمه في إشكال عقائدي في هذا ما في إشكال هذا المطلب وعبد المطلب خلصنا منها باقي أبو طالب لماذا سمي عبد مناف أولا مو متفق أن هذا اسمه وأنا ذكرت لك أكو جماعة قالوا اسمه أبو طالب أكو جماعة قالوا أن اسمه عمران وقول أن اسمه عبد مناف هذا أولا ثانيا هل فعلا العرب عندهم صنم اسمه مناف بعض المحققين يقولون أنا دورت وبحث تتعب تروحي ما شفت مناف ضمن أصنام العرب عدهم منات ومناف فما عدهم مناف أخو هذا على عهدته بعد لا تقول لي أنا رح تدورت وحصلت أقول بعض المحققين نفى هذه القضية ما كصنا بهذا الاسم ولو فرضنا مثل عبد العزة نفس الجواب يعني كلمة مناف وش معناها اللغوي يقولون معناها الجود والكرم والفضل فلما يقال عبد مناف تحتمل احتمال أول أنه سمي على الصنم وياك أنا أقبل لكن في احتمال ثاني له أنه سمي عبد مناف من باب عبد الجود عبد الكرام عبد الفاضل عبد العطاء وهذا المعنى لا إشكال عقائدي فيه فعبد بمعنى خادم فاندفع الإشكال العقائدي خلصنا من نقطتنا الأولى لا بأس بالصلاوات النقطة الثانية حول ألقاب أبي طالب طبعا الوقت داهمنا فأريد أن أذكر ملخص فكرة لابد من التركيز عليها في ألقاب أبي طالب أبو طالب له عدة ألقاب مثلا يلقب برئيس يلقب بسيد البطحاء ورئيس مكة وشيخ قريش والمحامي وبيضة العرب طيب هذه الأسماء ما معناها ما الجامع بينها طبعا هذه كلمة بيضة العرب معروفة كانت عن أبي طالب يقولون لما أمير المؤمنين السلام الله عليه قتل عمر بن ود ارتجزت أخته أخت عمر بن ود قالت لو كان قاتل عمر غير قاتله بكيته أبدا ما دمت في الأبد لكن قاتله من لا نظير له وكان والده من كان يدعى أبوه بيضة البلد ماذا يعنى ببيضة البلد يقولون هو الشخص الواحد الذي لا ثانية له هو الزعيم الذي يرجع الناس له يستشيرونه يستظلون بظله يلجأون إليه هو مرجع قومه لاحظتوا حاجة مشتركة بين كل ألقاب أبي طالب زعيم رئيس سيد كلها تشترك في كون أبي طالب كأن سيدا زعيما مهيبا عظيما أنا أريد أن أستفيد من هذا درسا أخلاقيا يا أحبة نحن جميعا عندنا ابتلاء خطير جدا هو ابتلاء المنصب والوجاهة والأموال هل إذا جاءتني الوجاهة أبقى وأصمد على عقيدتي أم أتنازل هل إذا جاءتني الوجاهة مستعد أن أتنازل عنها لأجل مبادئي أم لا المبادئ تروح ويبقى المنصب وتبقى الوجاهة أبو طالب كان سيد قريش وتعرف ما معنى هذه الكلمة كان يمكنه أن يتزعم كل العرب كان يمكنه أن ينال المال وينال المنصب وينال خيرات الدنيا لكن تنازل عن كل ذلك وألقى كل ذلك خلف ظهره لماذا نصرة للحق ولرسول الله يا أعزة أنا هنا لا أتكلم عن إيمان عادي لا أتكلم عن تشكيك هل أبو طالب كان مؤمنا أم ليس مؤمنا أقول درجة إيمان استثنائية ولهذا الرواية لو وزن إيمان أبي طالب في كفه وجعل إيمان الخلائق في كفه لا رجح إيمان أبي طالب لماذا يا عزيزي سيد العرب كان يستطيع أن يصلها سيد قريش كانت تحت يده حكيم قريش الكل يلجأ إليه لكنه يرمي كل ذلك ويرضى أن يبيت على الأرض مع رسول الله لما حوصر النبي في الشعب قبل أبو طالب أن يكون معه أمواله بذلها أولاده قدمهم تدري أنه كان يأمر أبناءه أن يناموا مكان رسول الله يعني أولاد يموتوا ولا يموت النبي قبل على نفسه أن يبقى في الشعب والروايات تقول لم يجدوا شيئا يأكلوه إلا أوراق الشجر ترك المال ترك المنصب ترك الوجاهة وقبل أن يأكل الورق مع المسلمين بل مات في سبيل التضحية لرسول الله مات في الشعب أي عظمة هذه العظمة ولهذا لأجل وجاهته وزعامته وقيادته كان له دور رئيسي في المحافظة على رسول الله كانت قريش تهابه تخاف منه أنقلك هالشاهد يقولون كان النبي يصلي يتعبد صلى الله عليه وآله والقرشيون كانوا قد ذبحوا جزورا ويتنادس فيما بينهم من منكم يقدر يرمي عليه فضلات هذا الجزور قال ابن الزبعرى أنا أنا أفعلها فجاء بتلك الفضلات والدهم ورمى به على رسول الله جاء النبي لملجأه لكهفه لحصنه أبي طالب قال عماه إن القوم فعلوا هذا وهذا وهذا أبو طالب فورا وقف قال يا آل عبد المطلب يا بني هاشم من منكم معه سلاح فوقف الرجال الأشداء قال كم عددكم قالوا أربعين قال هلؤموا معي فجاءوا معه ووقف أبو طالب وشهر سيفه قال إن رفع أحدكم رأسه علوته بهذا السيف نعم هذا أبو طالب كان يؤذيه أي أذى يصيب النبي يا ليت أبو طالب حضر مجلس ابن زياد يا ليت أبو طالب حضر مجلس ابن زياد يا ليت أبو طالب ويشوف زينب بتعلي وينظر السجاد يا ليت أبو طالب يا ليت أبو طالب سمع ذيك الشماتة يا ليت أبو طالب يا ليت أبو طالب سمع يا ليت أبو طالب 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 اللي قام ابن الخنغة ضب عليها ابن السياد تضر يضربها وتشقفها بديها يا ليت ابو طالب مع ولادة يجيها ما حد حضرها يا وسيف وليان هبعى شيخ الهوى الشملو يجو يا الهاشمين يشوف العقيل حائرة والدير بالعين وتصيح لا عباس يبرالي والاحسين ولا حدر ولا واحد يجيني من الأجداد منهم اجداد اجزينب اجداد اهل الغوث والنجدة تركوني وبولية جلاف العرب خل وضعوني اسمي عقيلة هاشم وهم ضيعون لاتك يا ابو طالب تجي للغاضرية لاتك يا ابو طالب تجي للغاضرية يا ناصر المختار حامي شرعة الدين هذا امام الدين مفرد ما لهم عين يا ناصر المختار حامي شرعة الدين هذا امام الدين مفرد ما لهم عين سبعين ناصر ما بقى على من السبعين سبعين ناصر ما بقى على من السبعين إلا البجا والنوح والون الشجية لاتك يا ابو طالب تجي للغاضرية لاتك لاتك شد الغيور على الأعاد قبال الخيام حتى وقف يتلقى صدر أحجار وسهار وانت زعلم ثلث فؤادة والقلبها من مصر على الخيام والونة علية لاتك يا ابو طالب تجي للغاضرية لاتك لاتك يا ابو طالب انهض يا ابو طالب وفزع كل الأولاد ضامن ذبح شيخ العشير وظل على الوهات انهض يا ابو طالب وفزع كل الأولاد ضامن ذبح شيخ العشير وظل على الوهات شيلوا عضاه ونزلوا راسا من الميار لحقوا على زنب ترخذوها سبيل لحقوا على اللي ما لحظها طاير الطيب طلعت مروع وللمعارة صارت تشير صاحت يجد حسين مرمي وقرب السير فوق الهزل وجنازة تبقى رمي وان كان فاتت كربلة يا ابو طالب شوف النساء بالبر أسار بقلب ذاير كانت عقائل كانت عقائل وامستب وليت أجانب كانت عقائل وامستب وليت أجانب وعظم عليكم من تطب ديوان مي ليتك يا ابو طالب تجي ليتك ليتك يا ابو طالب تجي للغاق اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق أبي طالب اشف كل مريض فرج عن كل مهموم عجل فرج إمام زماننا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم موتانا إلى مواتنا وموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما موت الحاضرين والسامعين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة